شهركم الله يقول السائل أحمد محشى البتري في سؤال ثالث عندما يأتي الشخص والإمام راكع فهل يكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع أم تكفيه واحدة فقط وإذا جاء والإمام مساجد أو جالس فماذا يفعل؟ نعم إذا أدرك الإمام راكعا فلاود أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم ينحط للركوع بتكبير ثاني هو تكبير الانتقال وهذا التكبير في هذه الحالة يعد سنة من فعله فله أجر ومن تركه فلا حرج عليه إنما تكبيرة الإحرام لا بد منها ولا بد أن يأتي بها من قيام وأما من جاء والإمام جالس أو في السجود فإنه يتابعه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس مع الإمام أو يسجد معه إذا أدركه ساجدا ليحصل على أجر المتابعة ولقوله صلى الله عليه وسلم فمن جاء والإمام على حال فليكن معه على تلك الحال وتكفي تكبيرة الإحرام؟ نعم تكفي تكفي تلك الحالة